السلام عليكم ورحمة الله طبعا التصنيف الثاني للشلل الدماغ احنا خدنا قبل كده تصنيف اول وقت خاص بنمط الاصابة هنا التصنيف تخاص بالاطراف المصابة طيب عندنا اول نوع من الشلل الدماغ هو الشلل الاحدى اصابة طرف واحد من الاطراف وهي من الحالات النالعة طرف واحد فقط لغير الشلل النصفي او الجانبي عندما تكون الاصابة في الكسم الايمن هناخد نصف من الجسم اذا كان نصف ايمن او اذا كان نصف ايسر ودي بتمثل حوالى 40% من الحالات اعنا 40% من الحالات الخاصة بالشلل الدماغي هي عبارة عن حالات خاصة بالشلل النصفي او الجانبي ويكون بياخد القسم الايمن اللي هي الرجل اليمنى مع اليد اليمنى القسم مع الجزء الايمن من الوجه كل الجزء او الجزء الايسر في الشلل الورباء عندما تؤثر الاصابة على اطراف الجسم الارباء لاناخد بها القدمين الرجلين اليدين الاقسام او اطراف الجسم الارباء وتتركز في الرقبة وكمان والجزء طيب الشلل السفلي عندما تكون الاصابة في الاطراف السفلية من الجسم وفي الشلل الثلاثي تكون الاصابة في سلاسة اطراف بس اطراف الجسم الارباء